اشتري ميكسر اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هندست الصوت الناس كتير بتبعت تسألني سؤال مهم جدا اشتري ميكسر الميكسرات تمنها آلاف الجناهات ممكن تلاقي ميكسر رخيص بتوصل بالكمبيوتر بس هتلاقي امكانياته طبعا محدودة والكواليتي التعصير بتاعه مختلف عن ميكسر 800 ألف جنيه مثلا او 8 ملايين يعني في بعض الميكسرات تمنها 100 ألف دولار و100 ألف جنيه سترليني مثلا فانت هتلاقي السعر دا لو اتضرب بعملتنا هتطلع ملايين الميكسر كآلة كأداة من أدوات الستوديو ايه فايدته الأول نعرف نحلل ايه فايدته ونشوف نقدر نعمل ايه بالميكسر او من غير الميكسر تخيل انك انت هتسجل لفرقة كاملة فرقة كاملة فيها درامر وفيها راجل بيلعب بيز وراجل بيلعب جيتار وجيتار تاني وراجل بيسجل فوكل وراجل مثلا بيعزف كيبورد وانت هتسجل كل دول في وقت واحد يعني هما هيدخلوا الستوديو كلهم مع بعض ويسجلوا كل السشنز دي مع بعض الستوديوهات زمان كانت بتعمل كده على فكرة دي مش تقليد يعني عشان بيسترخصوا لا خلص الاحساس بتاع الموسيقى لما يعزف مع موسيقى تاني ويندمج مع الموضوع بيبقى مختلف خالص عن ان كل واحد يدخل القوضة بتاعت الستوديو اللي هي متر في متر وربع ديت ويخش يقول صوته او يعزف قلته ويطلع ويمشي روح ياخد فلوسه ويمشي وخلاص ده بس بيعملوه يعني بتوع المقاولات اخد بالك مش بتوع الفن فعلا بتوع الفن والفرق الكبيرة كلها كانوا بيسجلوا السشن مع بعض كلهم في وقت واحد بيعزفوا البيتلز عملوا كده الرولينج ستونز عملوا كده اغلب الناس اللي بتشتغل موسيقى فعلا جده بيعملوا كده اغلب الناس اللي بتلعب جاز الناس اللي بتاع عزف جاز بيعودوا مع بعض في نفس القوضة دي ويعملوا مرة واثنين وثلاثة وساعات يبقوا محظوظين ان من اول مرة بيعزفوا فيها التراك بيتسجل على طول ويبقى تمام وناس كتير مشهورين والبومات احنا سمعناها وعجبنا جد الموسيقى اللي فيها دي تسجلت من اول مرة بعد ما العزفين كلهم دخلوا مع بعض كل واحد طبعا مجاهز نفسه واول ما دخلوا مع بعض انسجموا وعملوا المقطوعة او الحتة دي خاصة في الجاز بيبقى فيه امبروفيزيشن وارتجال كتير فلو الناس كلها اندمجت مع بعض بيطلع الارتجال في قمة ومتعرفش تكراره تاني يعني مهما عاد ومش هيطلعوا نفس الجودة اللي عملوها دي بتبقى يعني دي حاجة هدية من الله اليهم يعني عشان تسجل كل الالات دي كلها في وقت واحد انت محتاج جهاز تدخل فيه كل الالة هو ده الميكسر ده اللي كانوا بيستعملوا زمان الاستعمال ده وتمحتاج الالات الكتيرة ده تدخل في وقت واحد طيب انا دلوقتي عندي اوديو انترفيس قدي كده الاوديو انترفيس ده بياخد تمن قنوات تمن قنوات صوت يعني ليه انا محتاج ميكسر هنا يبرز السؤال التاني بقى هو انا محتاج ميكسر فعلا نظريا انت مش محتاج ميكسر ليه زي ما احنا شايفين على السوفتوير بتاعي بتاع الكمبيوتر الميكسر موجود معاه على الكمبيوتر على طول فانا ممكن بالماوس بتاعي احرك الفيدرز ديت اللي انا شايفها دي كلها كياني بالضبط وبحركها على الميكسر اختار قناة قناة زي ما انا عايز كده وحطها زي ما انا عايز وعلي ووطي وانا بعمل الكلام ده لايف بالماوس بتاعي فانا مش محتاج نظريا الميكسر مش محتاج نظريا الميكسر الميكسر بقى عندي على السوفتوير ده دلوقتي طيب بس يعني انا هاخط بالماوس بقى كل شوية واعمل طب بس انا محتاج كزا ترك في وقت واحد انا وقت بقى فتك وبصوابعي بتحرك بكزا فانا محتاج ميكسر يكون فيه الامكانية ان انا اعمل الكلام ده قال لك مش هنغلب برضو طب يا عم انت يا راجل الاخطبوت اللي عندك عشر سوابع وهتشتغل على عشرة في لحظة واحدة طبعا مستحيل تعمل كده يعني انت تبقى يعني مش عارف هعملها ازاي راجل اللي اشتغل على اكتر من فيدر في وقت واحد يعلي ويوطي ويعمل والكلام ده كله قال لك احنا هنخترع لك حاجة زي كده البتاع ديت حتى بلوتوز كمان يعني انت حتى مش محتاج انك انت تبقى قعد جنب الكمبيوتر انا ممكن اعد كده وادور الكرسي كان زمان المهندسين الصوت بيجيب حاجة زي دي بس متربطة بكبل بالميكسر بتاعه ويقعد يهز الكرسي بتاعه ويتحرك في القوضة وعشان عنده اجهزة دي اللي يربط فيها ويعمل فيها ويقعد ويقعد ويبعد وبعدين يستعمل الكنترول اللي دير في ان هي يتحكم في السوفتوير فانا ممكن ادوس هنا هيعزفلي المقطوعة بتاعتي اللي انا عملتها ديت وممكن اتقدم شوية مثلا فانا ممكن اعمل كده وقدم شوية وعنا عايز اعزفها من حتة تانية عايز ارجع تانية حتة شوية فانا بعمل الكلام ده ممكن بقى الفيدرز اللي موجودة معايا على الكنترولة دي هتتحرك بختار التراك بتاعي اختارت التراك بتاعي فانا ممكن بالفيدر بتاعي اعلي قط وممكن اعمل له كمان وممكن اعمل له سولو برضو كل اللي انا بعملها بالمكسر الكبير ده وقت انا موجودة عندي على اللوحة ديت اللي انا بستعملها ديت وبعمل بعد بتاع ده تراكات طبعا مش هقدر اخش على ميت تراك في وقت واحد هم المكسر ده مسلا تراكات اقدر تراكات تتحرك بيهم في لحظة واحدة اتحرك بيهم وعدل فيهم وعمل اللي انا عاوزه اعزف وارجع واوصل وارجع من الاول والكلام دوت بالكنترولة البتاع دوت فانا مش محتاج ان انا يبقى عندي المكسر الكبير ده المكسر ازرف انك تبقى عندك اه طبعا المكسر احلى ان يبقى عندك مكسر لانك انت قدامك على صوابعك فانت تقدر تتحكم فيها وتبقى سهل جدا قدامك بس طبعا لو هتشتغل ديجيتال المكسر دي بيه توصيلات معينة وفي بعض المكسرات بتبقى ديجيتال تدخل على طولها الكمبيوتر في بعض منهم بيبقى انالوج فلازم تدخله على اوديو انترفيس الاول عشان تدخله على الكمبيوتر مش مشكلة ده هيبقى في الخلفية يعني ده هيبقى تحت المكتب بتاعك ورا المكتب بتاعك في علبة مش عارفية الرجل الكهربى بتاع التكنيشن بتاع الستوديو هيجي يشتغلها وانت هتبعد عن الموضوع ده خالص وحتشتغل في الاخر على مكسر في النهاية تقدر تتحكم فيه في كل القنوات اللي موجودة عندك على الكمبيوتر لو تعذر بقى وجود المكسر معيش الفلوس بتاعته يعني انا مقدرش ادفع مية الف جنيف مكسر ولا عشر تلاف ولا ولا خمستاشر الف حتى فانا عندي بالامكانية بتاعتي بالكمبيوتر بتاعنا مش محتاجه بجيب جهاز زي ده تمن ومية مية دولار خلاص خلصت القصة بتاعتي بالجهاز الزغير دوت بحل بيه مشكلتي ان انا بتحرك بالفيدرز بصوابعي لو انا عايز في نفس الوقت لو انا مش عنديش ده الكلام ده كله بالماوس بشتغل على الكمبيوتر في بعض الميزيشنز دلوقت يا جماعة بيشتغلوا على لابتوب ومتحركين على طوله بيعمل موسيقته كله وماشى على لابتوب بتاعه ده ما عندوش فرصة بقى يبقى في استوديو ويعملوا التركات بتوصل تاخد رقم واحد على الراديو والكلام ده كله من الناس الموهوبة اللي بتعمل الكلام ده فانت مش محتاج تيكنيكلي الميكسر ولكن لو عندك الميكسر ده حاجة ازرف يعني ما اخد بالك فانت بتوزن المواقماتك انت معاك فلوس معاكش فلوس المكان كمان انت عارف الميكسر ده بياخد كل ما كبر الميكسر كل ما هيخد مساحة من الاوضة بتاعتك بتاعت الستوديو انت عندك المساحة ديت محتاجوا محتاجوا ليه بعدين كمان الحركة بتاعتك هتبقى محدودة الميكسر بتاعك بيبقى موجودة على الستوديو بتاعك فانت مش تتحرك به برا مش تتسجل حفلات لايف مش هتقدر تسجل بالسوفت ويرد حاجات خارجية فلكن يعني انا في رأيي بالنسبة لي انا بعود نفسي ان انا اشتغل على الكمبيوتر وعلى الكمبيوتر زي بتسهل شوية شغلي ولكن باعتمد على ايدي اكتر في الكمبيوتر علشان في اي ظرف اقدر اسجل برا مش هبقى مش هبقى الموضوع مش غريب علي انا بقدر كده اسجل وكده اسجل بينها في نفس الوقت المساحة عندي في البيت مش هتسمح ان انا حط ميكسر ولو اني كنت افضل احط ميكسر تالت حاجة ان انا معيش الفلوس ان انا اقدر ادفع المئات الالاف في الكلام دوت فانا الستوديو بتاعي ليه بودجت معينة انا مزبط نفسي عليها فانا مش محتاج فعلا الستوديو ميكسر وان كان وجوده هيبقى اضافة كوية سييا اتمنى كده اكون وضحت فكرة انا محتاج ميكسر ولا مش محتاج ميكسر طب وادفع الالاف في الميكسر دوت وانا عندي اهمية اكتر يعني اشتري ميكسر ولا اشتري ميكروفون لا اشتري ميكروفون احسن افضل مية مرة من الميكسر ان النيكسر عندي انما الميكروفون دوت هيفرق معاها جدا في شغلي. اشتري ميكسر ولا اشتري اوديو انترفيس كويس? لا اشتري اوديو انترفيس كويس في رأيي. لان دوت هيحسيني شغلي انما الميكسر مش هيضيف كتير. فهي دي الحاجة اللي انت لازم تحطها في بالك وانت بتدور على انك تشتري اجهزة الستوديو بتاعتك. واشوفك الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة